السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسلم بكم جميعا في حسة جديدة من حسة الربح من البرمجة أو بشكل آخر الحديث عن طرق الربح من البرمجة تحدثنا في الحسة الماضية عن العمل الحر أو العمل المستقل في هذه الحسة إن شاء الله سنتحدث عن العمل في الشركات إن كنت أخي الحبيب من أولئك الذين يكرهون أن يربطوا مستقبلهم بالعمل الحر خشية إملاق أو خشية أن يغشاه مرض أو ضعف فيضيع بضياع قدرتهم طريق رزقهم وهي بالمناسبة وساوس شيطانية فإن كان كذلك أخي الحبيب فيمكنك أن تبحث عن وظيفة تطابق ما تجده من أدوات ومن ثم تبدأ في إنجاز المهام الموكولة إليك مقابل راتب شهري أو وفق الشكل الذي اتفقت عليه مع مشغلك وفق بي أنك إن كنت متمكنا من مجالك جيدا فلن يرفضك أي مشغل ركز فقط بعد تمرسك في تخصصك على أن تربح مقابلة إنتيرفيو في إحدى الشركات التي تعمل في مجالك فليكن هذا هو هدفك في الأول إن كنت ترغب في العمل في الشركات فحرس بعد أن تتمرس في مجالك على أن تربح مقابلة في إحدى الشركات التي تعمل في مجالك بعد أن تدخل إلى هذه المقابلة عرفهم بكفاءتك وبخبرتك وسيعضون عليك بالنواجذ ثق بي سيعضون عليك بالنواجذ فلا أحب لأرباب الشركات من مبرمج كفء يسعى إلى أجر محدد ولا ينبئك مثل خبير نلتقي في الحسن المقبلة إن شاء الله دام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته